موسيقى الأمراض المرتبطة بالسمنة حلقتنا النهاردة هتكون عن الأمراض المصاحبة للسمنة أو المرتبطة بالسمنة وازاي يقدر نتجنب الأمراض دي أو نعليجها وإيه دور التغذية الصحية في الوقاية من بعض الأمراض معانا النهاردة دكتور أحمد نوبل أخصائي التغذية العلاجية اللي هيشرح لنا الأمراض المرتبطة بالسمنة وطرق الوقاية منها أهلا بيك يا دكتور اسمك مميز اه كاتشي قوي نوبل ده اسمي مين بقى في العيلة هو نيك نين بتاعي عشان كنت شاطر قوي في المهنة بتاعتي وفي الفيزياء بالذات فبقيت نبيل خلوها نوبل اه شفت السقة طيب في البداية كده عايزين نعرف ايه الامراض المرتبطة بالسمنة كل الامراض تقريبا مرتبطة بالسمنة بداية من الضغط للسكر لدرجة بقى امراض محدش يتخيل انها تابعة السمنة زي مثلا تكاوس الميبيض مثلا فكل حاجة لو حلناها جاست اللي احنا بس نخس شوية من اثنين لاربعة كيلو ممكن تلاقي حياتك كلها اختلفت ضغط تلاقيه بقى كنترول يعني قدرنا نسيطر عليه السكر ممكن نقلل جرعات الانسولين ان ما حولناش حتى لقراس وحتى تكاوس الميبيض عايز اقول لحضرك فيه دراسات بتتكلم النجاست ان احنا نخس من اثنين لاربعة كيلو ده ممكن نقدي تماما على مشكلة تكاوسات مثلا زي اقول لحضرك يعني الدراسة بتتكلم بالزبط على اثنين في المية من وزنك لو نقول مثلا مية كيلو يعني نجاست اثنين كيلو بس فعلا مش هتحتاجي لعلاج طبعا لو نزلنا 10 كيلو و 15 كيلو عنيبقى اشي خيالي يا ناس احنا بنتكلم على بطولات حتيك حتيك موضوع سهل جدا جدا فعلا الهلست لايف ستايل هتغير لك حياتك كلها كل الامراض ان شاء الله تروح طيب نلعبها بالعكس ايه اللي بيودينا للسمنة عشان يعني السمنة اللي بتودينا الامراض ولا الامراض اللي بتودينا للسمنة لا هي السمنة بتودينا الامراض يعني خلينا نبقى واضحين قوي انت كل ما بتاكل انا بقولها زي السجاير انت بتاخد مطع لحظية هتاكل با تاين انت هبتسلم نفسك لمثلا انت سلو بشرايين لسكر انسان طب معانا محمد اهلو عامل ايه الحمدالله بخير الحمدالله قولنا محمد انت اه 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 اما ابتديت مع اون تارجت كنت كم كيلو اه لا ده المدام هي اللي ابتدت طب هي فين المدام ولا انت هتتكلم عن المدام انا اللي هتكلم عليها عشان انا في الشور اه طيب انت اه بص حضرتك هي خلال تمانين يوم اه مثلا اقل من تسعين يوم مع الدكتور هايدي الشامية طبعون تارجت تقريبا حوالي ستتاشر كيلو كانت تنين وتسعين قصلت حوالي ستة وسبعين كيلو اه في تمانين يوم بتحييقلي هي ملتزمتش قوي هي في النص كده تدلعت شوية اه والله كنت بتدلع بس الحمدالله جابت نتيجة كبيرة جدا يعني رغم دلعها ها نزلت كم كيلو ستتاشر كيلو تقريبا اه والحمد لله يعني م شاء الله اه انت محمد اللي وجهتها تاخد الخطوة دي في انها تخس؟ لا والله هي اللي كانت غوية وفي نفس الوقت الدكتور هايدي وعدتها يعني اللي ان شاء الله تجيبي نتيجة وانا عن نفس ما كنتش مصدق بس الحمد لله فضل ما عند ربنا يعني جابت نتيجة جمدها ومع الدكتور هاي للشام طب بيني وبينك محمد كده بينك انت اللي متكلم بقى دلوقتي احلى ولا الاول لا طبعا دلوقتي احلى وصحيا لان هي كتبتعاني وهي طبعا مريضة كورسترون ايه فدلوقتي طبعا بيتتحرك اكتر وفي نفس الوقت يعني كتبتعاني من مشاكل يعني مسلا دهراها هو اللي كان مسلا مع المؤخرة مع الجناب عندها فكتبتعاني في اللبس في كل حاجة اه طبعا طبعا الحمد لله فضل ما عند ربنا يعني طب انتو عندكو هدف تنزل لحد كم كيلو يا محمد هي اللي هدفها صراحة اللي هي تنزل مسلا انت ملع ستين عامزة تنزل تاني وهي وبالفعل هي مكملة مع الدكتورة هايد الشام ايه طولها كام يا محمد اصلا هي طولها متر ونص طبعا كانت بالنسبة لك مشكلة كبيرة اه طبعا دي يعني نسبيا قصيرة على وزنها على وزنها فيما بعد هتابل مشكلة كبيرة جدا طبعا لا بص يا محمد هي لازم تنزل تبقى خمسة وخمسين كيلو على متر ونص دي مع البركة بقى في ربنا ثم في الدكتورة هايد ان شاء الله اه طبعا والبركة انها متتدلعش قلها مدام منال بتقولك متتدلعش والله هي بتحاول بقدر الان كان اللي هي تعمل عليها يعني وعلى قد ما بتقدر هي ماشي عن نظام كويس جدا يعني وانت معها محمد شجحة برضو نا والله الربنا بيقدرنا عليه بناعمله يعني ان شاء الله طب يا محمد هي متعبتش من من الاناسيليم والحاجات اللي بتاخدها دي مع انزام الاك نا والله يعني الحمد لله فضل وعند ربنا متعبتش خالص وبتحس بالشبع وكله تمام كله تمام يعني الحمد لله طب الحمد لله سلم لينا عليها يا محمد وقلها مدام منال بتقولك لو بقيتي خمسة لخمسين كيلو هستضيفها في الستوديو انت وهي ربنا سهل ان شاء الله ان شاء الله مرسي مرسي جدا يا محمد تعال لينا على الحالة دي ايه في نقطة حضريك قلتيها حياتة الدلعة ايوة هو ليه الاناسيليم ميمشيش معاي دلعة ايه هو يعني نا واحد بتدلع يعني سيه مثلا انا قدامي اكل وعايز اكله فطب ندلع النهاردة ممكن ندي الأوف داي ونأكل هنا بقى ايه دور الاناسيليم الاناسيليم بالضبط عامل زي باللونة المعدة الطبيعية انا باخد الكيس بتاعي فبيبدأ املى المعدة فبالتالي الاشارة اللي بتيجي من المعدة للمخ عشان انا جعان ما تيجي ناكل الحتة الحاجة السويتس ديت مش هتيجي فبالتالي اناسيليم ودلع ما اعتقدش اللي بياخد اناسيليم يعني وماشى عليه كويس قوي ايه انا كنت مئة وعشرة كيلو اوه كنت مئة وعشرة كيلو كنت مئة وعشرة كيلو انا فاهم ان الواحد بيبقى عايز ياكل واحنا في مصر ما شاء الله شاطرين اوي في موضوع الاكل اه دي حقيقا فاهمس اللي بيتحط قدامك حاجة بتروح لقريبك متجوز بتروح لمامتك فلازم طبعا تخدم عليك يعني بيبقى الموضوع بيبقى حاكل فجوز اللي انت خدت كيس الاناسيليم المعدة تملت طب انت هتحط الاكل الباقي فين يعني سيه مثلا قدامك اتنين كيلو اكل اكلت كيلو ونص النص التاني ده هتحطيه فين هو ده اللي بيعملوا الاناسيليم اللي هو حيملالك الجزء بتاع المعدة فبالتالي اشارة الدلع اللي بتيجي من المعدة مش موجودة فانت لو اكلت بقى يعني ده حاجة من عندك انت دي تفاصة شخصية مش اكتر بس كاميكالي الاشارة قلت مش هقدر اقولك ان عدمت لان ده مش هيبقى كلام صلاة انتفك صح يعني بس هالاشارة قلت فانت بمجرد عزيمة بسيطة جدا هتقدر فعلا انت ممكن ما تاكلش يعني تاكل الحاجة اللي هي يا دوب تملالك ربا معدتك طيب هل الانسل اللي بناخده علشان يحقق لنا الشبع ده ونوصل لوزن مثالي جميل هل هو امن لمرضى الضغط والسكر السؤال ده حلو وقوي يعني ايه كلمة امن امن يعني لو حاجة عدت الدم ابدأ ابص هو امن ولا لا طيب لو حاجة اشتغلت لوكل يعني لوكل حاجة اشتغلت موضعي يعني سيه مثلا انا عايزة بسط الموضوع جدا ودي الحاجة اللي انا بحبها في حياتي يعني لو طفل صغير بلع بلية ونزلت هل هنا قدر اقول البلية ضرة والمفيدة البلية زي ما دخلت زي ما نزلت هو ده الانسلين الانسلين بيتبلع يعمل فوم وينزل فبالتالي امن 100% امن جدا مش بيعدي الدم فبالتالي ما بدأش افكر طب الصيد ايفكتي بتاعه طب اخد منه قد ايه لا كلما تجوع خد انسلين لان هو مش هيعدي اصلا لمجرى الدم بتاعك هو بيشتغل موضعي جست زي البلونة طب كالدكتور نيهال قالتلي انه الانسلين في فيتامينز كمان طب ازاي بيعدي طب انا الجسم بيستفيد بالفيتامينات دي ازاي اي دراج في الموجود في العالم بيبقى اي دواء اه اي دواء بيبقى ملتي كمبوننز بيبقى فيه كذا حاجة احنا بنتكلم المين افكتي بتاعه اللي هو المين اللي هو معمولة عشانها هي حتة البلونز كون احنا كمان حاطين فيه مالتي فيتامينز البلونز مش بتمنع انتصاص الفيتامينز بمعنى يعني لو حضرتك خدتي الانسلين وكلتي مثلا بروتين كلتي لحمة هل حيمنها متصاص اللحمة؟ لا مش هيمنها طبعا حيديكي الجزء المفيد من اللحمة وعايز اقول لحضرتك كمان نقطة زيادة لو فيه دهون في اللحمة حيعمل لها حاجة اسمها قدزورب يعملها ادمصاص وينزل بيها ادمصاص ادمصاص غير امتصاص مش عكس امتصاص امتصاص يجمع جزئات الدهون عليه وينزل بيها فهو حيديني حيخلي جسمك يستفاد من البروتين فقط من غير الفاتس اللي فيه او من غير الدهون اللي فيه والمالتي فيتامينز اللي محطوطة في الانسلين ده مش حامل اقولك على السر انا شخصيا مجربة انا ارادتي حديدية في موضوع الديت ده بقاني شهر الارادة زيرو باجي على بالليل وهبقى عايز اياكل فالفكرة بقت ان انا بقيت اخد الانسلين فعلى الاقل ما بزيتش في الوزن يعني ما كنتش اما بعمل ضيت بحب انا انزل طبعا اثنين تراتة اربعة كيلو على الاقل كله ما اقف على الميزان اقول هااا ايه اللي حصل النهاردة على الاقل ما بزيتش في الوزن فالانسليوم ما حقق لي ده فعلا بالضبط عن تجربة شخصية بالضبط هنداخلين على شتاء اه وهناكل عايزين ناكل بالليل عشان نتدفع فلو فتحتي من غير أنسيليم أكل هتزيدي هتطلعي من الشتاء أنت زايدة 3-4-5 كيلو ودي كارثة لما زيت 5 كيلو دهون ده فوليوم ده فوليوم كبير فبالتالي أنسيليم حتى أنا لو أكلت بعد الأنسيليم حاجة بسيطة قدت لنفسي الإحساس اللي أنا خلاص كده أكلت وبرضه مهما حصل مش هتستقبل نفس الكمية لو أكلتها من غير أنسيليم يعني لو أنا قدامي الغيف نفر لن أكل الغيف مع الأنسيليم هاكله زي ما مفيش مكان في المعدة ربنا عرفه بالعقل قدامي كوباية مليت 3-4 الربع الثاني هعمل ايه لو جالك مريض سكر وضغط جميل ايه أول نصيحة تقولها له خس من غير التفكير فعلا من غير التفكير لو خسيت الدنيا بتختلف 180 درجة مشكلة الضغط أن مع الأدوية بيبقى العينية اسمه uncontrolled ممكن ما يجيبش مع العلاج بتاع الضغط ليه؟ قصص كبيرة بقى حاجة اسمها واللي خلاص بيحصل أو نعمل أنواع التعود على دواء الضغط بتاعه بنبدأ نعلى من دواء لدوين لتلات أدوية لأربع أدوية بيبقى موال جامل قوي طب انت لو خسيت مفيش دهون على شرايين بتاعت حضرتك بالتالي الشوريان حيقدر بكل بساطة يتنفس هو يتنفس الحاجة الفسكولاريتي ديتا هو الشوريان سهل يتعامل مع مع الدم المتضفق لي بدل من انت حشيله دهون ودم وكل الكلام ده طب أنا حتنفس فين طب شيل الدهون الدم حيرجع يمشي بطريقة فلوق طبيعي اللي هو يمشي بسرايان طبيعي فبالتالي ضغطك حيتزبط جدا جدا يعني انت لو في أول مراحل ممكن حتى متلجأش أدوية ضغط دي حقيقة طب لو مريض سكر وضغط بتدي له نظام غذائي طبيعي مختلف عن أي حد جاي عايز يخس معك المتابعة مش بتبقى جاست يومية ده كمان بتبقى مع كل وجبة ده بنقوله حنقوله بتبقى وجبية أنا النهاردة حروح أدغدى كذا طب النهاردة كل كذا معاه قبلها الأنسيليم قبلها الأنسيليم بالفترة الفلانية وهو ده اللي احنا بنقدمه بسركة OnTarget العامل النفسي المهمة قوي مع مريض السمنة معلش خليني أقول إن السمنة مرض من غير ما حد يزعل مريض السمنة بيبقى محتاج سابورت نفسي قوي جدا لأنه لو ماشى يوم أو التاني أو التالت مش هيقدر يمشي الرابع من غير ما يلاقي حاج في ظهره ده حقيقة أنتو دائما في ظهر كل البيشنز بتاعكم الحقيقة وانا متابعة ده وده شيء يميزكم بزبط يتواصلوا معاكو ازاي؟ طبعا أكيد إن شاء الله الأرقام هتنزل على الصفحة صفحة الفيسبوك تكلمنا أكيد هنرد عليك على طول أرقام الواتساب جوست بس أن انت Customer for OnTarget هو اللي هيجي لك هو اللي هيقول لك انت عامل إيه النهاردة هتأكل إيه النهاردة هتلاقي متابعة يعني رسائل والصفحة وصفحة نهاية الحافظ خبيل التغذية العلاجية شكرا دكتور أحمد نوبل أخصائي التغذية العلاجية إداننا معلومات مفيدة كثير النهاردة وللأسف حلقتنا خلصت ونتقابل في حلقة جديدة من حلو الكلام مع منال اشتركوا في القناة